السلام عليكم سنتكلم اليوم عن كيفية إنشاء سجل حضور الطلبة في الصفوف الألكترونية في جوجل Classroom لنفترض هذا هو الصف الألكتروني الذي نرغب في إضافة سجل الحضور إليه في البدء نذهب إلى Classwork نضغط عليها ومن ثم إلى Create ومن ثم إلى Tablet ثم Shift ونسجل سجل الحضور ومن ثم Add الآن استطعنا أن نحصل على موضوع هو سجل الحضور والذي ستظهر فيه كل سجلات الحضور وحسب مواقع المحاضات الألكترونية الخاصة بهذا الصف الآن نبدأ بعمل سجلات الحضور الخاصة بكل فرع والتي سوف تنطوي تحت هذا السجل أو الموضوع كريايت سايمنت مهمة هنا راح نكتب اسم الفرع اللي احنا داري دي نسوي له احنا بالبداية راح نشتغل على فرع تكرير مسائي بما أنه هذا هو الأسبوع الأول فلسح نخصونا الأسبوع الأول نذهب إلى كريايت كي نقوم بعمل الأسئلة المطلوب للطلاب لإجابتها لكي يتفاعل ويستطيع التسجيل الحضور طبعا ناخذ نفس العنوان اللي سويناها هنا نسوي له copy paste ها هو copy نذهب إلى google form نقف هنا بالتضليل click amen لسق صار هسا هو هذا العنوان الرئيسي بس هضغطه النار راح ياخذ هذا العنوان هسا نريد نكتب السؤال الأول بالضغط على الشريحة الأولى هنا تتفعل أنا طبعا السؤال الأول هو شنوه هيكون هيكون أكيد الاسم الثلاثي الاسم الثلاثي طبعا هنا الاسم الثلاثي لازم شي يكون short answer فلهذا مباشرة في حالة عدم تفعيل يعني مثلا كان مثلا multi choices أنا مباشرة أذهب ها هنا وأضع short answer هذا طبعا السؤال يجب أن يكون إيش الزامي فبالتالي نفعل هذا الخيار كمانا بالنسبة للسؤال الأول اللي هو الاسم الثلاثي حتى نسوي سؤال الثاني فنروح نذهب إلى هذه الزاد ونقول لها add question وضغط عليها حيظهر لي هسا هنانا هو هنا شرح يكون الفرع يعني من الممكن أن تدريسي إدرس أكثر من فرع فبالتالي هنا انا شرح أسوي حسوي multi choices أضع بها جميع الأسماء الفروع حتى الطالب بالفرع الفناني حيختار فرعه ستعرفون ليش بس خلي سنكمل واحد واحد طبعا أكيد رح نختار multi choices بسبب وأنه هنا أنا أكثر من خيار يعني أمام الطالب رح نأخذ هسا هو هذا الصدفة أوكي هو نفسه copy هذا بالنسبة للفرع الأول هسا ننقل add option هذا الoption الثاني حيكون حيكون أيضا نكمل مع المسائي فرع العمليات مسائي نذهب الoption الثالث فرع التلوث حضور فرع التلوث الفرع الرابع والآن الفرع الأخير فرع العمليات أوكي سحنا ضفنا جميع الفرع أيضا نخلي إنه هذا الجواب يعني هذا السؤال هو الزامي هسا مثلا رد بعد نضيف أسئلة لنفرض السؤال اللي بعده راح يكون نوع الدراسة نوع الدراسة وإن احنا ضفناها بالسؤال الثاني بسمي خالف أيضا لازم تكون multi choices فاش راح تكون هي نوع الدراسة بالنسبة لي أما راح تكون morning study أو إيش راح تكون هتكون الخيار الثاني اللي هو الدراسة المسائية خلصتنا نوع الدراسة من ممكن نضيف بعض انتأثرة مثلا الجنس وغيرها إلى آخره طبعا أكيد هنخلي أيضا سؤال الزامي حتى ميز ما بين الأفرع من ممكن أنه أنا أضيف لون لكل فرق لنفرض إلسا هذا هو اللون الأول وهذه الدرجة الشفافية بالنسبة للخلفية اللي حتكون هنروح الساكلة للsetting هنا هناك شيئات مهمة بالsetting لازم نسويها أنا لا أريد أي إيميل يفوت فبالتالي هذا الخيار لازم يكون مفاعل أنا فقط أريد الإيميلات الخاصة بالجامعة التكنولوجية وكذلك أنا أريد فقط مرة واحدة يستطيع الدخول يعني حتى ليس أجلب بجماعته فلان من الناس يقدر يفوت من خلالها أيضا هنا هاي كلها تكون غير مفاعلة وهنا نفس الحالة لكنه هذا ممتحان أسيف هسا اللي سويته أنا هسا أنا أقدر أشوف الشكل اللي حيكون الاستمارة مع الحضور للطلبة هذا هو شكلها حيكون أمام الطلاب أوكي بس أكون سبعة شغلة مهمة جدا لازم نسويها اللي هي الردود الردود اللي هو يعني أنا شون حعرف أوكي إنه هذول الطلاب قاموا بالإجابة عن هذي السؤول بين قوسيا سجلوا حضور وبالتالي شوكيت وكم عددهم وإلى آخره راح نروح إلى هذا هنانا للحضور ونذهب إلى هذا الخيار اللي هو create create هنانا إيش حنانا حيسوي لي شيء ما الأكسل شبيب الأكسل خاص بهذا الصف بهذا اليوم أوكي فبالتالي راح أضغط هنانا راح يقولي أوكي إنه أنت قمت بعمل بإعداد هو هذا اللي هو بالنسبة لي فرع فرع لا التكرير فرع التكرير مسائي راح نضغط هنانا إنه أوكي قم بعمل اللي هو هذا الشكل الخاص بهم بالحضور ظهر هسا أمامي اللي هي الأسئلة حيكون هنانا الوقت للحضور هنانا الإسم الثلاثي والفرع ونوع الدراسة هل سأحنا إش خلصنا خلصنا الفرع الأول كأيش كسجل بس بعد عندنا بالإعدادات هنا سنجي نكمل بالنسبة لهنانا أنا إذا طبعا أول شيء هنانا هو فرع التكرير مسائي مرحلة أولى جميع الطلاب نجي إذا كنت أنا رابط الحضور بدرجة يعني أنا قمت بتقسيم الدرجات مثلا 30x30x20x20x20x20 على الحضور إلى آخره من الممكن هنا أنا أسوي بس هنا طبعا أكو خطوات راح نتعلمها لاحقا أما في حالة أنا ما رابط عليه درجات فإذا أش راح أسوي له هنا أنا ما عني أي درجة هس هنا أنا أنا إذا حدد هو يا يوم حيكون سجل الحضور الأول للطلاب فرح أضغطها هنا لنفرض أنا إذا يوم ثمانية بالشهر يوم ثلاثة ثمانية بالشهر فبالتالي ضغطت هذا هو الثلاثة ثمانية بالشهر أوكي الساعة أنا محاضرتي مثلا ساعة بثمانية ونص فبالتالي أنا إذا سجل الحضور ينغلق ساعة بالتسعة فبالتالي راح أحدده فهنانية راح يكون ساعة بالتسعة الصبع تسعة ونص خلينا نقول أوكي ينغلق سجل الحضور طبعا أكيد حتكون لازم صباحا راح تكون هاي الشغلة لازم أنا أربطة بياه موضوع أنا سويت موضوع اسم إيه سجل الحضور حتى جميع سجلات الحضور الجاية وين راح تظهر تحت هذا المسمى اللي هو سجل الحضور زين أوكي أنا ما مثلا أنا أتسجل الحضور ينزل مثل ما يقولون بوقت معين فبالتالي إذا لازم أسأل سجل راح نروح هنا أضغط على سجل أوكي شوكت التطهيد ساعة يوم الثمانية بالشهر ساعة بثمانيته بالنسبة إلي كل زين فإذا أنا أقول لها سجل إذا هسأ أنا أكملت أنا أسأل بالنسبة إلي هسأكملت سجل الحضور للفرع الأول اللي هو فرع التكرير أوكي بس أنا قلت أنا أنا عندي بالنسبة إلي مجموعة من الفروع أدرس أيضا أدرس العمليات المسائي إذن بالتالي إذن لازم أسألهم أيضا سجل الحضور نفس الخطوات لكن الفرق أيضا على كلاس وور هنقول لها خلق create ومن ثم أيضا مهمة هنا ما راح نعط على تابك بعد ما نحتاجه فهنانا هنقول لها أوكي مهمة راح سأجي هنا أنا بالنسبة إلي هسا أحتاج لقنس العمليات مسائي هذا هو فرع العمليات المسائي خلي بالتالي هذا هو الأول هذا هو الأول راح نقول لها أوكي great أيضا نفس الحالة نفس التسمية حتى يكون نفس التسمية حتى يكون نفس التسمية وما تصير مثلا نفذ مشكل معين سأجي لك copy نذهب ها هنا مباشرة نضلل click amen لسق مباشرة بالضغط هنا راح يأخذ للعنوان نذهب إلى السؤال الأول ما ما قول أنا حعيد كل الأسئلة من جديد أكو في الطريقة جدا بسيطة اللي هي أذهب ها هنا اللي هو import questions إنه أنا راح يجيب لي كل الأسئلة اللي أنا كتبتها سابقا فبالضغط ها هنا راح يفتح لك Google Drive مالتك أنت تريد هذا هياته هو فأضغط عليها أقول لها select ننتظر قليلا وعننا حنقول لها select all راح يختارها كلها ومن ثم أقول لها import question هسا اللي صار إنه هو كل الأسئلة جابها إلي بس لازم أنتبع على الشغلة شوفوا هاي الشغلة هنا أنا صار عندي بقل السؤال الزايد هذا يعني شو نخلص من عنده أوكي أقف هنا أساوي لدليت لهذا السؤال هسا نفس الأسئلة السابقة للفرع التكرير ظهرت للفرع العمليات أيضا أساوي لهم فاللون مميز على مد أقدر أميزهم لنفرض هذا اللون الأخضر لنفرضها هنا هذا بالنسبة لللون طبعا كل auto save أي شيء هذا يصير خاصة ينخزن مباشرة ورما كملت أكدر أساوي هسا أيضا اللي لازم أساوي نفس اللي لازم أساوي نفس اللي لازم أساوي نفس إنه لمرة واحدة يعني منفعل الخيار فهنا تفعل الخيار لمرة واحدة لجميع إيميالات الجامعة التكنولوجية وهنا أكيد لازم يكون غير مفاعل نتأكد من بقية setting ما عدنا بي مشكلة فإذا نساوي حتى نكمل شغلنا ونتأكد إنه خلص لازم وين نروح على الردود response هنا من رجينا هنا أيضا لازم نفس الحالة أقوم بعمل شيء أكسل يظهر لي بي هنا بقعه هذا إلما لازم يمنفوض حيكون حيكون هذا هو سجل الحضور لفرع العمليات حقول له أوكي اخلق لي واحد فهذا يحمل لعمل السجل هذا هو السجل ثاني أوكي هسا هو هذا هو سجل الثاني أوكي نسده هنا إذا أريد أشوف العفو إذا أشوف شو رح تظهر أمام الطلاب فرح نضغط العرض فهنا هذا هو الشكل فأوكي هسا أسدها أيضا أسد هذا ونروح هسا نرجع على الصف اللي هو عمليات نكمل باقي الإعدادات طبعا نفس الحال الفرع عمائة مسائل كل الطلاب مثل ما قلنا هنا ساحنا مراحة نخلي درجة الحضور هنا نجي أيضا نسوي وقت أيضا هو محاضرة يوم الثلاثاس ثمانية بالشهر الساعة اللي يعني اللي ينقفل بها سجل الحضور أيضا هسويها بالتسعة ونص صباحا في التاسعة والنص صباحا أوكي حددنا الوقت اللي رح ينقفل به سجل الحضور نفس الحالة هنا رح يعني نضع الموضوع اللي رح تظهر به هذه السجلات فراح كالمعتاد نختار سجل الحضور نذهب هنا نعم نفس الحالة نسوي للحالة اللي هو مثلا ساعة بثمانية رح ترسل مثلا ما دا شوفون ها هنا ساعة بثمانية صباحا تمرو رح يعني قائمة الحضور سوف تظهر للطلاب وتغلق الساعة التاسعة والنصف شكرا جزيلا بس دور اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر